من ليبيا لسد النهضة زي ما انت شفته النهاردة فيه بيان صدر من مجلس الامن الدولي بيحس الدول الثلاث من المبارح يعني على استقناف المفاوضات حول ازمة سد النهضة الاسيوبي والتوصل الى اتفاق مقبول بشأن ملء وتشغيل السد وزارة الخارجية الاسيوبية طلعت بيان قالت فيه كالعادة يعني اسيوبيا مش هتعترب بأي مطالبة قد تصار على اساس البيان الرئاسي اللي هو بتاع مجلس الامن قالت ان مجلس الامن اصدر بطريقة غير مسبوقة بيانه بعد تسع اسابيع من جلسته بشأن السد ورغم ان بيان مجلس الامن يعني لم يرتقي الى القرار ولم يهبط الى الاعلان الصحفي لكن في تقديري وتقدير كثيرين بمسل خطوة مهمة ممكن ان احنا نبني عليها في معركة التفاوض مع السيوبي على كل حال لعل ما ورد في البيان من دعوة واضحة وصريحة للتوصل الى اتفاق مرزم ومرضي بين مصر والسودان واسيوبيا ده يعد مكسب كبير على صعيد التفاوض وشان كده مصر والسودان اللي اتنين حقيقة رحبوا به ودي الصيغة دي بتعكس قناعة المجتمع الدولي باهمية انهم يلزموا اسيوبيا باتفاق قانوني ينظم عملية الملء والتشغيل زي منص البيان الصادر في 2015 ماسي 2015 اللي هو مذكرة اتفاقه من الكلب بين الطرفين اسيوبيا بتتهرب طبعا طيلة السنوات اللي فاتت من هذا الاتفاق الملزم على قواعد المال والتشغيل لكن احنا بنحاول ايضا ومصر لديها مواقفها ثابتة في ان احنا نوجد بالفعل يعني ارضية مشاركة ويق القرار الصادر من مجلس الامن ده اتمنى بالفعل ان يكون بداية حقيقية ان احنا نحقق الهدف المطلوب الحفاظ على حياة المصريين مع الحفاظ على حق اثيوبيا في التنمية بكل تأكيد